كلمة أخيرة أسيس جورج في ختام هذه الحلقة ولو دقيقة ونصف كلمة أخيرة تفضل في الختام أسيس نزار قدي لازم نشكر الرب بالحقيقة فضله علينا كل الأبدية إنه خلصنا نحن لكنا بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح له كل الأمجات عطانا مجده قال أعطيتهم المجد الذي أعطيتني وبدأي لك شي أخي المشهد هيد المحبة يلي هي أساس الفداء يلي هي أساس الرجاء يلي هي أساس الخلاص هالي المحبة يلي بعبر عنا بإعلان الله الله هو محبة تعرف شو عامل الله قال محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا محبة الإنسان أنانية ذاتية شوانية عالمية شيطانية لكن محبة الله محبة مجرد محبة منزهة محبة ناقية محبة طاهرة محبة إلى أبعادة تنقلك من الموت إلى الحياة ومن النجاس إلى القداس ومن الزمنية إلى الأبدية ومن المجد الزائل إلى المجد الأبدية هاليلويا المسيح قام 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 حقا قام آمين وهذا هو الإنجيل أو رسالة الإنجيل أعرفكم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إيه الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب آمين فالإنجيل هو الأخبار الصارة أنه في شخص أخذ مكانك ومكانه شخص حي قام من الأموات حتى يعطينا التبرير والحياء الأبدية ولكن ما علينا إلا أن نعترف بخطيانا وأن نتوب عنها وأن نقبل المسيح مخلصا وأن نتوجه ربا وملكا على الحياء والكيان فهي لا تتطلب فصاحة الكلام أو بلاغة التعبير بكل ما أنت تقول فقط ارحمني أنا الخاطئ وهو يأتي إلى حياتك وتولد ولادة روحية من فوق محتاج مساعدة تواصل معنا والربي بركك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر